ثمان وخمسون نخلة توزعت في ساحة ما بين الحرمين الشريفين ترمز إلى عمر الإمام الحسين عليه السلام وتجنى ثمارها كل عام حيث تم توزيعها على الزائرين وتخصيص بعض منها للمصابين بفيروس كورونا لتبرك بحصاد أرض مقدسة وشجرة مباركة إذ شرع قسم ما بين الحرمين الشريفين بجني التمور تزامنا مع أيام عشراء في كل عام نقطف التمور وتوزع على عامة الناس السنة هذه بوجود مرض وباء كورونا وجهنا بقسم من عدها يروح للمرضى بهذا الوباء والقسم الثاني للمواكب والهيئات الحسينية وقسم منه إلى عامة الناس يقوم الشعب المختصة بهذا بالحوي وتنظيف التمور وتعبئتها بعبوات صغيرة ووضع ملسق عليها تمور قسم بين الحرمين توزع مجانا على الزائر للبركة شفناها في العام الماضي كثير من المرضى بعد فترة يعني بشرون بشفاءهم من المرض ببركة هذه التمور تشكل أشجار النخيل إحدى أهم المناظر الخضراء التي تطفي مظهرا خلابا على المنطقة من خلال الأعمال المتواصلة لملاكات شعبة التجير والزينة بتخصيص منظومة سقين خاص بها وتسميدها بأجود أنواع الأسمد والمبيدات وإدامتها لتتوج هذه الأعمال بجني ثمار التمر وتوزيعها على الزائر بعد أن تم قطفها وجمعها في مكان خاص من ثم تنظيفها وعزل غير ملائم منها ووضعه في علب خاصة تولي العتبات المقدسة والعتبة العباسية المقدسة الرعاية والاهتمام لهذه النخيلات من خلال التسميد بنوعين أو ثلاثة من الأسمد الكيميائية والعضوية ومن خلال المكافحة مكافحة الأمراض والحشرات التي تصيبها التي تظهر بمظهر جميل ومطلة على الساحة الوسطية وكذلك الرعايتها من خلال السقي والاهتمام بها من خلال كل الجوانب تنظيف تلقيح يتم اعتلاها لأربع مرات مرة للتلقيح ومرة للتنظيف ومرة للحصاد مبادرة تسعى من خلالها شعبة التشجير والزينة التابعة لقسم ما بين الحرمين الشريفين لخلق بيئة خضراء تضفر راحة نفسية للزائرين وتلطف الأجواء في هذه البقعة الطاهرة لكونها في أغلب الأوقات مكتظة بمحبي أهل البيت عليهم السلام فضلا عن مشاركتهم بطيبات الأرض لكي ينالهم جزء من باركاتها اشتركوا في القناة